موسيقى الله معكم أحباء المشاهدين والمستمعين للتليفزيون تليلوميار ونورسات الفضائية بسعدنا نلتقى فيكم اليوم مع هالحلقة الجديدة من برنامج رسالة ماريا عوب بحلقتنا اليوم وصلنا ضمن الفصل الأول إلى الآية 21 ورح نقرأ القسم الأول من هالآية ونترك القسم الثاني للحلقات اللاحقة هذا للدليل على الغنى الكبير والقوي يلي كلمات ماريا عوب عم تحملها لإلنا ولا ضرورة التوقف عند هالمعاني وأعطاها وقتا استزواء فهمة والالتزام فيها لعيشة بيقول إديس يعقوب إذن تخلصوا من كل ما في حياتكم من نجاسة وشر متزايد والإذن إجت كنتيجة لما سبق وحكينا عنه بالحلقة الماضية ويلي هو الكلام على أهمية الإسراع للإصغاء وغير التسرع في الكلام وضرورة البطء في الغضب لأن الغضب لا يعمل الصلاح أو لا يدفع صاحبه إلى عمل الصلاح الذي يريده الله إذن بتابع إديس يعقوب تخلصوا من كل ما في حياتكم من نجاسة وشر متزايد أولا لنتوقف عند النجاسة عم بيقلنا لازم نتخلص لما بيطلب مننا نتخلص هذا بيعني أنه نحن أسرة وكلمة خلاص بتعني تحرر ومش بس تحرر تحرر على أساس حقيقة على أساس خير أكبر على أساس قيمة أعمق وأوى وأفضل مما نعيشه ونختبره نحن لما منكون بحالة الأسر والخطيئة والنجاسة فعن بيقلنا إذن إذا كنتوا سريعين للإصغاء وإذا كنتوا غير متسرعين في الكلام وإذا كنتوا بطئي الغضب وغير غضبين ساعتها صار في عندكم الأهلية والأرضية تتقدروا تتخلصوا أولا من النجاسة وتانيا من كل شر متزايد مش بس إيه الشر إيه الشر متزايد هلا منشوف لا هيدا هو موضوع حلقتنا اليوم وتأملنا نفهم هالآية الواحدة وعشرين بقصمة الأول لأنه الآية بتكمل بعدين منا كل الآية وحدة وعشرين بالفصل الأول من رسالة ادي سعوب فالخلاص إذن هو حالة تحرر للإنسان يكبر ينضج يشوف بوضوح للإنسان يصير عنده الإدراع على التمييز على التفاعل بإيجابية بخير بسلام حولاه ولا يصير عنده إدراع على عيش رسالته هويته واكتشاف لمعنى حياته ومن شو عم يطلب مننا نتخلص أولا من النجاسة وتانيا من الشر المتزايد شو هي النجاسة النجاسة عادة بالشرع أو بشرع الأديان هي الأمور المرتبطة بالجسد باللمس بالحيوانات التي تعتبر نجسة بالتصرفات بجسم الإنسان وما يصدر عنه من تفاعلات طبيعية البعض منها يعتبر نجس وغيره لا مش رحفوط بالتفاصيل بهالموضوع فإذن النجاسة إذن مرتبطة بأنواع حيوانات أنواع أطعمة حالات جسدية تعتبر بفترات عند المرأة أو غيره فترات نجسة أو نجاسة برجع بقول ما راح نفوت بهذا الموضوع لأنه النجاسة المقصودة بكلام الإديس يعقوب غير مرتبطة إطلاقاً بأنواع النجاسة المرتبطة بالشرع أو بالقوانين يلي بتنص عليها بعض الأديان وكانت تنص عليها بفترات قليلة جداً المسيحية ببدايتها ولكن اتحررت منها وتحررت من كل ما هو نجس أو تبعات النجاسة من وقت ما أنزل برؤية الله على الإديس بطرس بمنزل كورنيليوس مثل ما بيخبرنا كتاب أعمال الرسل صينية كبيرة عليها كل أنواع الحيوانات والأطعمة وقال له كل فإن ما خلقه الله لا يمكن أن يكون نجساً فلا يمكن لله أن يخلق النجس فإذن منوء الذي يجعل من الأشياء والأجواء والحالات والأشخاص والطبيعة يجعل منها نجسة هو الإنسان متى؟ عندما يكون قلبه وفكره ونواياه نجسة فالنجاسة إذن المقصودة من الإديس يعقوب هي النجاسة المتعلقة بالفكر والقلب مش المتعلقة بالجسد وتوابعه أو بالحيوانات أو بالطبيعة فيجب أن نتخلص من النجاسة شو ممكن تكون أوجه النجاسة؟ لأن بعض الأديان بيحددوا أوجه النجاسة المرتبطة بالجسد والسوائل المرتبطة بالجسد وغيره التي تصدر عن الجسد من دم وغيره ورح نفوت فيها بالتفاصيل مش موضوعناه إنما النجاسة الروحية تعني أولا الكبرياء يلي هي علة العلال علة العلال لما الإنسان بيتكبر الكبرياء أي الإدعى بالنفس تكبر على الله رفض إرادته تخطي إلهاماته عدم الإصغاء لتوجيهاته ولحياته ولقلبه ولمحبته فالنجاسة إذن تتجسد في الكبرياء الكبرياء نجاسة لأنها تنجس الإنسان أي تفرغ من قدراته المصغية المنحنية المتواضعة والوديعة وتجعل منه مسخ يعني غير طبيعي غير واقعي يتصرف وكأنه إله وهو في الواقع إنسان يسقط عند أول جرح أو مرض يتصرف وكأنه العالم بأمره في الوقت الذي يتصرف به ويديره جهله لواقع الإنسان وفهم حقيقة دعوته يدعي عدم الخطأ وهو في ادعائه يخطأ لمجرر التفكير بهذا الاتجاه فإذن الإنسان يكسب أو يكتسب بذات فعل كبرياء ونجاسة فيصبح مرفوضا من الآخرين ومش بس مرفوض يصبح حضوره متحاشة من الآخرين كل بيتحاشوا ليش لأنه لا عم بيشوفه عنده حقيقة ولا عم بيشوفه عنده تواضع ولا عم بيشوفه في عنده أبول فإذن هو نجس وشو هو النجس بالمعنى الجسدي هو كل شيء لا يجب أن تلمسه أو تأكله بالأوقات اللي بيكون فيه النجس إذا لمسته أو أكلته تصبح نجسا أي مرفوضا ومتحاشا من الآخرين وتصبح حتى بنظر الآخرين والمتزمتين مرفوض من الله ببعض الحالات فالنجس الروحي أسوأ من النجس الجسدي لأن الله أزال كل مفهوم نجس جسدي كون الله لا يخلق نجسا فالإنسان بنفسيته بحريته بقراراته بقلبه ببعده عن كلمة الله بكبرياءه يتنجس ما في الزوم لا الشريعة تحكم عليه ولا حدا يحكم عليه تصرفاته تحكم عليه نفسيته تحكم عليه ردات فعله بتحكم عليه دغر الإنسان بينفر من المتكبر النجاسة أيضا في الطمع والاشتهاء يطمع الإنسان ما بيكتفي باللي عنده بيشتهي مقتنى غيره بيشتهي امرأة غيره بيشتهي رجل غيره بيشتهي أو تشتهي رجل غيره يشتهي المقتنى أو النجاح أو أي شيء هذا الاشتهاء النابع من الشهوة ينجس الإنسان ليش؟ لأنه يدفعه إما إلى السرقة إما إلى التعدي إما إلى العنف إما إلى فرض ما يريد أن يكتسب بالقوة والاغتصاب هاي النجاسة فالإنسان بيشهوته وبيطمعه يتنجس الإنسان يتنجس أيضا بيحسده لما بيشوف غيره ناجح يتأكله الحسد ما بقود كلامه موزون قد ما يعمل مجهود ليحكي كلام حلو حسده رح بيضل ظاهر على وجه فيتنجس حتى شكله الخارجي بيتغير بيتبشع ولو كان الإنسان حلو طبيعيا بيتبشع وإذا الإنسان منه نجس ولو كان بشع طبيعيا بنظرنا حسب كيف منفهم البشعة أو منشوف البشعة والجمال لو كان بشعا وغير جميل بيكون وجه منور إذا كان مليان محبة وحاضر للخدمة ولطيف بكلامه صادق بيتصرفه حليم بمعاشرته هذا الإنسان ما بتعد تطلع بوجه بتصير تشوف من خلال حضوره وكيانه قلبه بتصير تحب رفقته بالاختصار النجس هو اللي بيجعل من نفسه إنسان منبوز من الله ومن الآخرين وبيضل متدعي أو ما اعتقد إنه هو الأفضل والناس إذا كانت مش عم بتقرب منه لأنه هي هي ما بتفهم وهي ما بتعرف وهي ما بتقدر وهي ما بتحب من هون يبدأ ما سماه القديس يعقوب يبدأ الشر ومش بس الشر الشر المتزايد ليش الشر متزايد نحن منعرف إنه الشر شر بحد ذاته إذا الإنسان أخطأ وتيب بيبطل شره متزايد لأنه حد حد لقله تاب عنه عاد عن تصرفاته وتعلم من خطأه حتى ما يرجع للخطأ مرة تاني والرجوع عن الخطأ دايما فضيلة في مكسب في انتصار في مسيرة حياة ولكن إذا الإنسان أخطأ ولم يتب أو تاب نص طوبة أو تاب للمسايرة أو تاب بسبب الخوف أو تاب على المواسم مواسم الأعياد الكبيرة بس هو بقرار ذاته ونفسه منه أخذ القرار ليعمل المجهود يطلع من خطيته إنما عم بأجل الموضوع إلى حين لحتى يشيل عنه عقدته ضغط الزنب بسبب الخطأ يلي عاشوا بهالفترة القوية من الأعياد عيد الكبير زمن الصوم فترات فترات قربين الأولى لأولاده إلى آخره ولكن بيعرف بقرارة نفسه إنه بس تقطع هالمرحلة سيسقط بسهولة البعض ينتظر هالمرحلة ترجع ليرجع لحياته السابقة بالخطيئة والبعض بيقول يمكن إن شاء الله ما عود أسقط بس ما عنده المجهود مش أخذ القرار يمكن بيضاين شوية بعد الفترة اللي فيها حب يكون بحالة توبة بيضاين شوية بس بترجع التجربة بتقوى عليه والبعض بياخد قرار إنه ما بقى بدي أرجع للخطيئة بيقاوم وهون لو رجع وقع هيدا مش معناته إنه الشر متزايد إنما بيعني إنه الشر حصل مرة ثانية سقط بالتجربة ونتج عنه عمل شر مرة ثانية ولكن التوبة وباب التوبة مفتوح لأن الإنسان ولو أخذ قرار بقرار ذاته ومن كل قلبه أنه يطلع من الخطيئة ورجع سقط هيدا مش معناته إنه نكث بقرار أو خان وعده هيدا لأنه الظروف كانت أقوى بوقت من الأوقات من أراره الصارم والصادق بالرفض وقع مرة ثانية ولكن حكما المرة الثالثة أو الرابعة ستكون أصعب بكثير ليقع فيها فهل مسيرة النضوج يعني نحن نكبر فيها على الرغم من وقوعنا بالخطيئة زيتا أو بالخطايا على الرغم من ذلك كل مرة أرارنا لازم يكون أصلب وأوى هون بتكون المسيرة نحو الخير المتزايد ولو كان الشر هو السبب متل ما بيقول مربولوس مستنتجا بقلب الخطيئة تزيد النعمة ليش لأنه بيعرف أنه النعمة عم بتزيد بحياة يلي صحيح عم يختبر الخطيئة بس مش عم يختبروها عن قرار وسابق تصور وتصميم بقدر ما عم يختبروها بسبب لحظات ضعف ولكن كل مرة عم بيكون الوقوع فيها أو بغير أصعب كون الإنسان كل مرة بتوبته عم يستفيد من هالاختبار عم يستفيد من نعمة الله من النعمة يلي عم بتفيد بحياته ليكبر باتجاه نمو الخير واتجاه النضوج الأكمل والحياة الأكمل إنسانيا مسيحيا إيمانيا بالاتحاد مع الله هذا منسمي الخير المتزايد بالرغم من حضور علامات الشر فيه ولكن هذا الشر منه هو الغالب هو العابر ليكون في خدمة الخير الذي ينمو روايدا روايدا ولكن الحير اللي عم يحكي عنا هي حالة الشر المتزايد مش الخير المتزايد يلي أوقيت سببه الشر يعني الخطيئة يلي عم بتوب عنه وإكبر مثل ما ذكرنا إنما الشر المتزايد يلي حكي عنه هو لما الإنسان بعد ما يكون قطع باختبار الخطيئة وتيب عنه بيوصل لوقت بدل ما يكمل مسيرته بالتوبة ليكبر وينضج وينمي الخير المتزايد بيوصل لمحل بيستسلم للشر بيستسلم للشهوة وبيجعل من الخطأ يلي كان هو شايف خطأ وعم يسعى لحتى يتحرر منه ويخلص منه ويكبر بالنعمة بتحول هذا الخطأ بحياته لمبدأ وبيصير بدل ما يتحرر منه ويخلص منه بالتوبة وبالمجهود بمعونة وسند النعمة بيصير يبرره وبيصير يعطيه حيثيات ودوافع ودفوع لحتى يطرد عنه كل صوت بضميره وكل قناعة بضميره عم تملي عليه عدم صوابية هذا الفعل والشر الناتج عن هذا الخطأ بيصير بهالتبريرات والدفوع والدوافع يجمل هذا الخطأ شو مكان بيصير يجمله وينبش عن أسباب لحتى يحور ضرره ونتائجه وحقيقة كونه شر وحقيقة كونه خطيئ بيصير يحور ويسعى إلى تحويره ليش لأنه هيده هي الطريق الأهون يلي بده يقبله على نفسه ويكمل بطريق الشر الماشي فيه وعم بيصير هالشر شر متزايد لأنه ساوم ساوم على الحقيقة رافض يقبل أنه هيده الخطأ بده مقاومة وبده نضوج وبده نعمة لأن تصر عليه وبده توبة صادقة لحتى أتخطى هيدا المجهود لما بيبطل موجود ولما بيصير هذا الشر عجبني وهالخطية مفرحتني وعطيتني لزة وعم تخدم كبريائي وأنانيتي وعم تخدم حبي للمال أو حبي للشهوة على أنواعة ولما بصير عم برر هذا الخطأ وعم عاند برفض الهامات الله وعم عاند بتبريري لإله للاستمرار فيه هذا ما يدفع إلى أن يصبح هذا الشر متزايدا أكيد عم بتشوفه معي إخوتي وعم بتميزه مظبوط بين الخطية يلي بتولد الخير المتزايد إذا كان الإنسان مش عم بيبرره ولو قعد ضحيته بس عم يسعى ليطلع منه وهون بيزيد الخير وبين أنه الإنسان وقع بالخطية جرب لفترة ما أنه يتوب ويطلع منه بعدين قلب وقال لا ما ما بقى بدي بدي كمل بها الخطية ما بقى في عندي نفس ما بقى في عندي صبر ما بقى في عندي جلد ما بقى بدي آمن استسلم لهذا الشر واستسلامه لهذا الشر مش الوقوع فيه بسبب ضعفه بشكل مفاجئ أو بلحظات ضعف إنما استسلم لأله بلحظات الضعف والقوة وبكل الحالات صار حيلي منه صار مرتبط بهويته وبفعله الحر لما بصير هالشر مبدأ ساعته سيصبح حكما شرا متزايدا فإذا نحن لما بدأ نعمل فحص ضمير ما نحط حالنا وكأنه مساهمين بشر متزايد لما منكون لأ عم نتوب وعم نسعى للأفضل منكون هون عم نسعى إلى خير متزايد ومهم كتير هالتمييز بحياتنا لحتى الإنسان ما يوقع ضحية الخوف وما يوقع ضحية تقل افتراض إجانة الله لإله وعدم رضا عليه إنما اللي بده يشعر بعدم رضا الله عليه حكما الإنسان اللي اختار وجعل من الخطيئة مبدأ ما رح بقى يفكر أو يشعر أو يسترسل بفكرة الإصغاء لعدم رضا الله عليه بضميره يلي عم يدعيه ويقوله وينك مني وينك من خيك وينك من ضميرك وينك من تصرفاتك بس ما دام صوت الله بيعنينا بعده وعم نسمعه وما دام مخافة الله يلي هي موهبة من مواهب الروح القدس بحياتنا مش الخوف من الله المخافة يلي بتدفعنا للنهوض كل مرة من الخطيئة ومن الشر من أجل مكسب خير أعظم وأكبر خير متزايد هالمخافة إذن إذن فقدت كموهبة من مواهب الروح القدس بحياتنا حكما سيستسلم الإنسان إلى حالة الشر ويجعل من الأخطاء يلي كان يعيشها وجربي قاومة بفترة أو مجربي قاومة عجبته ومشي فيها لأسباب متعددة هالحالة هي حالة فقدان موهبة مخافة الله أو رفضة والاستسلام إلى حالة الشر المتزايد فالإديس يعقوب لواعي لواقع الإنسان ومميز مضبوط مسيرة الإنسان بنضوجه وبمقاومته للتجربة وبتخطيه للخطيه بفعل التوبة والمجهود الحر للانتصار على التجربة والخطيه لفايد زيادة الخير والنعمة واللي واعي لواقع الناس يلي بعد ممكن تقبل وتسمع صوت الله بحياتها بالرغم من إنه أخدت قرار ومشيت بمبدأ الشر وصار الشر بحياتها متزايد ونحن بنعرف هلأ اللي عم نسمع هالكلام كلام الإديس يعقوب وين بحياتنا إخدين قرار الشر المتزايد وين بحياتنا نفتح باب وطاقة من وقت ثلاثتين للمخافة الله بدل منكون شخصية متكاملة متكلي على مخافة الله ومستندي على روح الله بمسيرة الانتصار الكامل على كل ما هو شر مش استنسابي واستخلاصي يعني بنق وبيستخلص البد وبيجعل منه مبدأ بكمل فيه والتاني لا للي بعد لأن أنواع الناس الشر المتزايد بحياتهم هن عدة أنواع في ناس تقدموا كتير بهذا الشر المتزايد وأصبحوا على الرغم من ظاهر هدوء ولطفتهم وحسن التصرف والسفا والريفيفر بحياتهم بشؤون كتير يتقنون فعل الشر ويتقنون فنون الفساد ويتقنون أذية الناس ويتقنون إشعال الخصام والخلافات والحروب والإغراءات وغيرها هؤدي صاروا بدرجة عالية كتير بدهم روح الله وروح قوي يميزهم ولكن اللي بعدهم مترددين في بعض الخطايا مشوا فيها وما بدهم بقى يتوبوا عنها بس البعض بعد ماشي الحال لهؤلاء ولكل الناس أكيد لكل المراتب والدرجات أو درجات الأشخاص يلي مشوا بمسيرة الشر واللي أصبح متزايد بسبب رفض للتوبة والمجهود للانتصار على الخطي إلى هؤلاء ونحنا ممكن نكون منهم يوجه كلامه القديس يعقوب وبيقول تخلصوا من كل ما في حياتكم من نجاسة ومن شر متزايد هلا سنفهم أكتر شو معنات هالكلام لا حتى نحكي الأسبوع المقبل عن الأسم الثاني من هالآية يلي بيكمل وبيقول وليكن قبولكم لتلك الكلمة التي غرسها الله في قلوبكم قبولا وديعا فهي القادرة أن تخلص نفوسكم موعدنا إذن المرة المقبلة لنتأمل بهالقصم الثاني من الآية 21 من الفصل الأول من رسالة ماريا عوب منصلي حتى ربنا يفتح قلوبنا ونحنا بتجاوبنا مع نعمته نفتح قلوبنا على كل عطاءاته لحتى نتحرر ونخلص من كل ما هو نجس وكل ما هو شر وشر زائد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر